اشتركوا في القناة هو فن جنهو المسجل بشكل رسمي في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم يونيسكو كطرات مغربية ثقافية غير مادية والمشكل هنا هو تغيير اسم هذا الفن الى الديوان الوهرانية ولكن باللباس المغربية وفي هذا الصياق كتب الصحفية المصرية عماد فواز تدوينة يتهم فيها الجزائر بصارقة طرات المغربية وقال الصحفية المذكورة في تدوينة له على فيسبوك جنهو فن مغربية ظهر في المغرب في مدينة الصورة فن مغربية قح ولد وعاش في المغرب ولم يخرج عن حدودها واضف الصحفية المصرية الجزائر كالعادة لا يمكن ابدا ان تقيم مناسبة بدون ان تستر عوارها التاريخية والطراطية والحضارية بطراط وحضارة وطاريخ الاخرين وزاد الصحفية المذكورة جنهو فن مغربية واستعراض جنهو في افتتاح دورة العاب البحر الابيض المتوسط في وران وقحة هي فضيحة وليست ستر الفقرة الطراطية نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء